إلا أنا عايز أعرفه من حدك رؤيتك أنت كروج الأعمال نابه ونافس في الأوساط الدولية حتى كمان سيستم الإداري بتاع النادي الأهلي نادي الأهلي أكتر حاجة بتميزه الانضباط الإداري عنده سيستم قوي أنت حدك تقيمك لسيستم الإداري من وقع التخصص طيب سيستم النادي الأهلي الإداري سيستم قوي جدا جدا قوي آه ومش موجود في أندية تاني زي ما بقولك ده ملوش علاقة بفكرة الشركة الخاصة أو بتاع النادي الأهلي كسيستم على أنه نادي نظام الإداري نظام الإداري قوي ومؤسسة قوية جدا في الحتة دي فلكن هنتكلم بقى هننط حتة على جزء من البرنامج الانتخابي بتاعنا اللي هي الكابتن بيكلم عليها لحاتة التمال الإدارية أو حاتة التطوير الإداري في النادي أي شركة أو مؤسسة كبيرة بتكون مؤسسة نجحة نادي الأهلي مؤسسة نجحة مش عشان إحنا مجلس الدارة هو طول عمره ناجح إن شاء الله دايما دايما بيبقى دايما أي تغيير في الإدارة بيبقى دايما في مقاومة أنت لما تدخل أي إدارة جديدة تدخل أي فكرة جديدة دايما بتبقى مش سهل ناتب بلع طبعا فده اللي إحنا نشتغل عليه في الدورة اللي جاي ده جزء من شغل الشاغل بتاعنا في الدورة اللي جاي إزاي نعمل تمية إدارية جوه النادي هيل يعني إيه تمية إدارية يعني إنا جنت النهاردة يبقى عندك إدارات جديدة إدارات التحول الرقمي لازم يبقى عندك إدارات التحول الرقمي جوه النادي عشان تعمل شغل النادي كله يبقى ديجتل لازم تعمل إدارات رقابة بشكل مصبوط عشان خدمات الأعضاء توصل بشكل مصبوط لازم يبقى فيه communication مع الأعضاء ويبقى الكلام ده كله مربوط لازم يبقى عندك إحنا بدأنا application اللي بقولك عليها إحنا أول نادي في مصر يستخدم الدفع الإلكتروني للعضويات من 2019 النهاردة إحنا الحمد لله 20% من عضوياتنا بتدفعوا أونلاين وكروبوا تروح للبيوت الكلام ده إحنا عملنا قبل الكورونا حتى عندك الbody خلاط بتاع application لازم تتبر لازم تشمل بعد كده بقى دفع الرحلات والمدارس الألعاب والأكاديميات ويبقى فيها ريفيوز المطاعم ويبقى فيها الشكاوي إنك كانت موجودة بس مع الوقت ما نفذناش بالشكل الصح فكل الكلام ده application دي لازم النهاردة تتفعل بشكل أقوى وتخش جوه إدارات النادي فهتاخد وقت وهتاخد مقاومة وده طبيعي أنا في شركتي فيه نفس المقاومة دي أنا كمحمد النهاردة أنا بقرأ تقرير معينة كل يوم في الشغل لما بيجي لي تقرير زيادة عليهم ممكن أشوفه 3-4 يام وأنساه لأنه متعود بقى لي 15 سنة أنا بشوف تقرير بطريقة معينة كل يوم بقراها بطريقة معينة هو نادي الآلي كده في أي مؤسسة كده فالنهاردة عشان تدخل إدارات جديدة وتدخل شغل جديد ده هياخد وقت هتغير هيكل هتغير job description بتاع ناس كتير الوصف التوظيفي بتاع ناس كتير هتعمل حاجات في النهاية تفيد الأعضاء الأعضاء النهاردة نفسهم فيه نفسهم يبقى فيه communication أسر يبقى فيه تواصل أسر عشان تعمل الكلام ده محتاج إدارات ومحتاج تغيير في نواحي إدارية كتير هو ده الشغل الشغل بتاعنا من ضمنها مثلا حاجة زي رقابة المنافس نادي الآلي بيمتلك 75 منفذ منهم يمكن 20 منفذ جديد دخلوا خلال الفترة بتاعتنا ودي من ضمن الحاجات منافس خدمة الأعضاء منافس مطاعم في الثلاث فروع بطولة النهاردة تعمل system review للمطاعم دي في حيث النهاردة يبقى العضو عارف أن المطعم ده واخد خمس نجوم فده تمام ده واخد نجمتين فعنده مشكلة وأي ملاحظة وأي شكوى زي مثلا مواقع زي triple advisor والحاجات دي فهتبقى العضو يبقى عاد شايف الحاجات دي جوا نادي كل ده الفكر بتاع التنمية الإدارية عشان برضو أن احنا لما أعلننا البرنامج وكابتن أعلن البرنامج في أول ندوة كابتن يتكلم على headlines فأنا حابة بوضح لأن في ناس كتير بتسألنا التنمية إدارية يعني إيه هتفيدنا بإيه كأعضاء فلازم النهاردة أشرح التنمية الإدارية دي تفيدك في إيه تفيدك إنك أنت النهاردة هتبقى التواصل أسهل هيفيدك إنك أنت النهاردة الدفع بتاعك أونلاين هيبقى ان شاء الله كل حاجة سادت كل المطوب عليك وانت في البيت وانت برى مصر وانت برى وده بيحصل قريدي من دولتي بس هنزود الكدامات أكتر يبقى عندك تحول رقمي في كل حاجة يبقى عندك إدارات مراقبة في كل حاجة يبقى عندك ريفيو للمنافس بتاعتك كل ده أفكار مبدئية غير بقى بعد كده إحنا مستعانين بالوزير هني محمود ووزير التنمية الإدارية الأسبق هتحط أفكار أكتر أكيد بكتير من الكلام ده مثلا أنا حبيت أخد شوية مختطفات من البرنامج على حتة التنمية الإدارية ده تفعيل للسيستم الإداري أو النظام الإداري للنادي اللي هو في الأصل قوي ده إضافة ليه بالظبط بص يعني إنت مثلا على سبيل المثال 28 سنة أو يمكن أكتر شوية ما كانتش عندك إدارة IT في النادي كل الشركات لما بدأت إدارة IT في أي شركة في الدنيا دايما وقت بمقاومة في الأول مين دول وبيعملوا إيه وإيه لازمته لحديد بس بالذات مثلا بيقولك عن موضوع الإدارية النهاردة في أي حتة في الدنيا بما فيه منادي الأهلي إدارة IT من أهم الإدارات اللي موجود أنا بتخدم على كل حاجة ما ينفعش تشتغل نهاردة بورق بقى دي كده بتاع بيبقى كله أو جزء كبير مميكل فالكلام ده كله بياخد وقته لكن مع الإصرار ومع التقدم السريع اللي احنا فيه بتمشي برضو يمكن ودي لها تماث مع كون حذاك رجل أعمال كبير نادي الأهلي السيستم الإدارة بتاعه الفصل التام بين العمل التنفيذي والعمل السراتيجي يعني مجلس الإدارة مالوش دعو بالتنفيذ مالوش دعو بالتنفيذي وده بعكس الشركات الخاصة اللي ممكن صاحب العمال يقدر يغير كل حاجة وده الفرق اللي حصل لنا شخصيا والصدمة اللي حصلت انت شخصيا أنا عايز دي أنا في الشركاتي أنا رجل مدير تنفيذي ماشي بتغير أي حاجة ماشي النهاردة أنا بديل أنا اللي سايق في النادي انت بتحط استراتيجيات وفي نادي مثلا تختار دعناية منافذين بشكل جيد وترائب عليهم عشان كده النهاردة انت أكتر شكاوي بتسمعها إيه لما بتنزل على الأرض وطبيعي إنه فيه شكاوي يعني الناس النهاردة مرده ما بحبش فكرة انحنا نا الناس تمام لا فيه ناس بيبعندها شكاوي طبعا طبعا وقلت ابلي كده واحتياجات متطورة ومتغيرة نا وعضو جمال عمال نادي الأهلي بيعتبر نادي الأهلي بيته التاني طبعا وهو بيقضي فعلا وقت فيه زي بيته وحقه كده وحقه إنه يبقى شايف ده أحسن حاجة ويقدي له أفضل خدمة فمن أكبر شكاوي الناس يقول لك إحنا الكمنيكيشن إحنا عايزين نشوفكم وعايزين نحس إن إحنا طيلينكم أها وده بقى هنا الشعرة لما بين إنا جيتها تنفيذي ولا استراتيجي أيوة دي الشعرة اللي موجودة عشان كده النهاردة بنحاول نشوف وسائل تواصل بحيث ندي الإدارة التنفيذية إن التنفيذين يكونوا على الأرض شكرا تدي الإدارة التنفيذية المشاكل لحد عندهم والرؤية تبقى واضح لحد عندهم عشان هم نفسهم ما يقولونكش إحنا ما جلناش وتعرف أنت كمجلس إدارة تشوف مين اللي يشغلوا ومين اللي بالشغل تفعيل الحركة تفعيل الحركة للتنفيذيين تفعيل الكميونيكيشن بشكل عام يعني نجدت أن العضو يحس إن صوته بيوصل دي نقطة مهمة جدا النهاردة أي عضو جماعة عمومية عايز يحس إن أنا النهاردة المقترح بتاعي الشكوى بتاعتي عندي مشكلة مع منفز عندي مشكلة في حتة مش نظيفة عندي مشكلة في أي حاجة وربما الأبليكيشن يسهل ده قوي أنا بقولك إحنا اشتغلنا عليه يعني اشتغلنا عن موضوع الشكوى وكان بيجلنا في اليوم قول من 17-18 شكوى وكان بيتحل جزء كبير منها لكن زي نقولك عشان هي حاجة جديدة تاهت شوية وسط الزحمة اللي حصلت